بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وإحنا بنتفقت البيوت وبنمارس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنعيش سنة رسول الله وهي سنة التفقد فبصينا في البيوت لقينا ساعات وإنتوا عارفين إن احنا في حلقة يوم الحد بنتكلم كتير جدا جدا على بعض الحاجات اللي بتخلينا بعيد شوية عن التوافق إزاي نحلها عشان نكون قريبين من التوافق اللي بيوصلنا إلى الرضا بيوصلنا بعد ذلك إلى السعادة فبصينا على البيوت كده لقينا حاجات بتحصل زي مثلا ده هو مش شايف غير نفسه أصلا أنا جوزي نرجسي أنا والله شايف إن مراتي ما حدش مالي عينها ما حد هي شايفة إن ما فيه إزايها في الدنيا أنا مش عارف أكلمها أنا مش عارف أكلمه هو إيه الحكاية إيه اللي حصل للناس اللي حصل للناس إن في أوقتي كتير بسبب اللي احنا بنعيشه ده زاد عند الناس الفردانية فبقى عند ناس كتيرة ظاهرة كده اسمها ظاهرة زواج النجوم ما تستعجلوش لا بنتكلم على لعبة الكرة ولا بنتكلم على الممسدين إحنا بتكلم على ظاهرة ظاهرة في الناس وأنا بتكلم عن ظاهرة عشان أخواننا في أسادة علم الاجتماع هم بتكلم عن ظاهرة ظاهرة إنسانية لا أتكلم عن ظاهرة اجتماعية بمعنى إن كان عندنا ريسيرش بيقولي الكلام ده لكن أنا بقول لحضركم المشاهدات اللي أنا شفتها في حاجة اسمها زواج النجوم إيه زواج النجوم ده عندنا شخص اللي هو الشخص المعجباني الشخص المعجباني اللي هو الشخص اللي هو متقلق ده اللي مش شايف زي نفسه وعندنا الملكة اللي تحس إن هي برنسيسة عايزة تتعامل في كل مكان على إنها برنسيسة بتبقى وقعة لما الاتنين يجوزوا بعض وما يكونوش عارفين إزاي يتعاملوا مع هذا النمط فبينلاقيه هو مهتم بنفسه وبمظهره وبيخرج من بيته على الشعر وممكن على فكرة في أوقات كتيرة يظهر إنه أصغر من سنه وفي ساعاته بقى باين إنه أصغر من مراته وبينجذب إليه الجنس الآخر بشكل واضح فبيكون مستهدف ويساعات مستهدف آه وممكن يكون شخص ناجح وصاحب مركز مرموق ورزاك عنده جاذبية الرجولة العملية فبيقول إنه هو محتاج في بعض الأحيان إنه يجامل الجنس الآخر يجامل الستات لكن في نفس الوقت الزوجة بتحس إنه ده علاقات مش مجاملات الزوجة المأجباني ده مش بيبعت رسائل باللبس وبالنظرات ده بيبعت رسائل بنبرد صوته بيبعت رسائل للناس كلها وبتلتقطها الناس إنه هو شخص مختلف شخص مميز وتبقى الستات عارفة الرسائل دي وهي كمان عارفة إنه بيستخدم الكلمات المفتاحية اللي بتجذب الجنس الآخر على فكرة يتكلم عن جاذبية المرأة يتكلم عن اختلافها يتكلم على إنه أول مرة يقابل حد بالطريقة دي الكلمات المفتاحية اللي هي اسمها كلمات مفتاحية لأنها بتفتح الألواء وهنا بقى بييجي هنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم ساعات بيتكلمfahren كلام ذا تطع فكرة من عشان هو بقى شاطر في التواصل مع الناس بس الكلام ذا ساعات بيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بيهب في النار سبعيدة خريفة لأنه ساعات الشخص ده المعجباني ده بتحول إلى صياد فيه ناس كتير بيعجبها النموذج ده وعشان كده من الجوانب اللي بتخلي الزوج يكون زوج معجباني نشأته فتجد في نشأته أوقات كتيرة بيكون نشأ كطفل في أسرة جعلت منه الطفل اللي احنا بسميه كده الطفل الذي له وضع خاص الطفل المميز وساعات تخيل بيبقى العكس بيكون هو الطفل المهمش فعايز طول الوقت الناس تشوفه لأنه ما كانش متشاف في أسرته فتنشأ عنده سمات الرجل المعجباني الشخص المعجباني ده بيسعى للنجاح والتقلق وهو طول الوقت حاسس أنه لازم في أي وقت يبقى هو النجم هو الأوضح لما يجي يقعد في جلسة كده لازم الجلسة تكون كلها وده اللي بيخلي زوجته في كتير من الأحيين تقول عليه أنه هو نرجسي أنه لما يقعد في جلسة يعني لازم يبقى هو الفرست لازم هو اللي ياخد القدر الأكبر من الكلام لازم الناس تسقف له ويا سلام لو فيه اتنين تلاتة تطبلوا على الكلام بتاعه لأنه عنده أدوات لجذب الناس وجذبه أنواع متعددة وخاصة الستات فبيحاول يكون دايما متكامل وسامة والشياكة ونجاح ولا باقة وكاريزمة فبيبقى حاسس وإيه اللي يمنع أنا ما بعملش حاجة وهو بيعتقد أن المرأة خلقت لإسعاده فكل ستة في طريقه لابد أن هي تسعده وتعطيه اللي هو محتاج له كلمة حلوة إعجاب ما فيش مالي عن تعلق وهو في الغالب الشخص المعجباني ده لا يكتفي بمرأة واحدة شكرا